السلام عليكم المتتبعين الأعزاء والمتتبعات العزيزات كديرين نبس عليكم أتمنى إن شاء الله يربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة السلام عليكم في مزيغنين وفي مزيغين إيرفيين تيرفيين من المهجم أتمنى إن شاء الله يتيرين بخير وعلى خير أصحظهم ورنتث أتيري مليح إن شاء الله قم كي ذي أرى نقام فيديو بوركي فيديو ذي استعرفت تمازيغ تقطح من شمالي المتتبعين ديالي العزيز كنرحب بكم بهك الفيديو وكنرحب جميع اللي يشترك في القناة ديالي كنقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا اللي أول مرة كنشوف القناة ديالي كنقولوا يشترك في القناة وفعل جارس كي يوصلكم الجديد ديالي هذا الشي كله فضلا منكم وليس أمرا والله يجمعنا جميعا في جنة الفيردوس الأعلى يا رب العالمين والفيديو إن شاء الله سوف نحضر فيه بالعربية بالعربية هي اللونة والريفية بقوا معي حتى التالي الفيديو شجعونا شوية طلعونا شوية الفيديوهات وحفزونا ودعمونا والله يعطيكم الجنة إن شاء الله هاد النهار نجيت نهضر معاكم على واحد المعرض شائع كي يقص بزف ديال الناس حاليا يعني هاد المعرض دائما كاين ولكن ولا بكثرة في هاد الآوينة الأخيرة بسبب الأطعيمة والماكلة اللي كنكلوها وراثي كاي يظهر في هاد المعرض شنوهوا هوво فقرضーム كايين اللي كيكون له فقرض婚 مثلا كيكون ويراثي يعني كيكون معاهدي achievements يا اما الاب من جهة الاب ولا من جهة الام يا اما الاب العم ولا الاقارب من جهة الاب ولا الام تكون ويراثي كايين اللي كيجئ غير هكك المهم ولكن يعني الشائع أنه فقر الدم أو كما يسمى بالآنيميا كي يقسنا بزاف بسبب التغذية اللي كنكلوها في حين أن المصار ديالنا ما كيوقعش لامتصاص المكلة اللي كنكلوه المفيدة يعني ما كيكونش لامتصاص بشي يمتصلنا الفيتامينات والفوائد المهم اللي فيها بحيث عود مؤخرا يعني كل الكل الكل واللينا كنكلوه الأكل غير صحي لهذا ذاك الأكل غير صحي وخا كنكلوه ولكن الجسم ديالنا كيكون ذاك الأكل مفتقد للفيتامينات والمعادين والحديد المهم من المعادين اللي كيحتاجهم والفيتامينات اللي كيحتاجهم الجسم ديالنا لهذا الجسم ديالنا كيغيا وكيمرض بفقر الدم وهذا الشيء خاص نرجع التغذية دينا خاص نرضو البال اللي كناكلوه وأول حاجة خاصنا نبدو فيها هي واحد الحاجة كناكلوها ليلا ونهارا يعني ضروري كتكون في الوجبات دينا بسم الله شنو كيكون في الوجبات دينا هو الخبز ياك انتفقين معايا كاملين أنه الخبز كيكون في جميع الوجبات دينا اللهم أدمها علينا نعمة يا رب العالمين وهذا الخبز هو اللي فيه الحكمة والسر أنه من تصابوش بفقر الدم أو ما يسمى بالأنيميا والخبز الحمد لله كان في كل منزل ولكنه يختلف خبز عن خبز هاد الخبز اللي شعرت معاكم ديال الخميرة البلدية ماشي الخميرة الكيموية داك الحبيبات المهم اللي كتبع في الحواد هاد الخبز ديال الخميرة البلدية اللي مصنعة في المنزل يعني ما كان نديرو فيها حتى حاجة كنخليوها تختامر راسها هاد الخبز اللي كياكلوه أرهبوستحيل يتصاب بالاخر فقر الدم أو ما يسمى بالأنيميا لأنه غاني بالحديد هاد الخبز ديال الخميرة البلدية الخميرة البلدية غانية بالحديد ما كتساعد يعني المصار ديالنا أنهم يمتصوا الفيتامينات والمعادن اللي في الفواكه والخوضاء واللحم ولا أي حاجة أكلينها المهم في أي حاجة كنكلوها كيساعد هذا الخبز ديال الخميرة البلدية كيساعد المصار ديالنا والجسم ديالنا أنه يكون عنده لامتصاص وما نمرضوش بالخميرة ما نمرضوش أستسمح ما نمرضوش بفقر الدم واللي كتعاني من فقر الدم أراها عن تجربة ديال الناس اللي فيهم فقر الدم استعملوا الخميرة البلدية والحمد لله تشافوا من فقر الدم ولا الجسم ديالهم كي يمتص الفيتامينات والمعادن قدي نخلي لكم الطريقة ديال الخميرة البلدية اللي كنستعملوه حنا يفضل في واحد الفيديو في صندوق الوصف السلام عليكم ايما زيغنينوه ايما زيغنينوه نهارا ما مشتو سيغ أكي كنت السورة خيجنا المعرض يصرخوا يعني اردشن الزيس التصنيل المعرض من يعني خانص فقر الدم يعني يكون شيسا فقر الدم ومن زيطان غير فقر الدم يحضر قفغة صغيرة يحضر بسبب الماكلة يمتد يصرخوا ويصبوا الفيتامينات ويصبوا المعادن وتساعد الجسم النق في رواية المتصيشة واذا ستجد العملية لأن الامتصاصة في الجسم النق يستفد مثل الخضار في الفواكه يغير حتى نشيت الجسم النق يستفد سوف ننخد من مليح يعني سوف ننخد تساعد لا تساعد الفيتامينات والمعادن وعندما يستطيع ان تقوم الجسم وهذا يصبح العملية بطيئة يستفيد يصفق الدم يمكن ومن يتجد هذا النغط مليح ويقوم بتسمي النغط المتصص هو الغرومة ويجبوني الغروم زياد طاق مرة ستجد الغرومة ولكن الغرومة تشاكر الغرومة الخميرة البلدية يعني من يترى المشكل؟ يترى أنه الغروم من زياد ومن زياد يسمم لا يسمى أن يترى المشكلة يستعمل هذه الوجهة في النغط مرة على طول النهار ولكن ما يترى المشكلة؟ الخميرة الكيموية يترى ويساعد يتشايد من نغط يمتص الفوائد يعني الجسم النغط يمتص الفوائد من نشا ولكن الغروم الخميرة البلدية يترى لإمتصاص الجسم النغط المياه في المياه ويغرومة يتساعد وراء أذير يعني هذا النغل هضم النغط يعني ومخمينا مثلا في مراعة يتساعد أغرومة أنه أتيري لغا نغل هضم النغط ليح أتيري لستو هضم النغط ليح ويتصني وذلك جارب أغرومة الخميرة البلدية تغذيس من فقر الدم الحمد لله تعالجن الزيس يدور الجسم النغط يتمتص الفوائد يعني ذورا تغلبا خل المعراضة الشائع ومعراضة يسفشير المهم ستصني الأعراض يترى بناد مدورة يترى 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 المهم ستصني الأعراض ومعراضة ولكن الإنسان يترى يقضى من الخميرة البلدية لا ستصنع هذا ولكن ستصنع الخميرة البلدية من الدقيق الكامل ستصنع أنهلا للدقاء والدقاء ستصنع أولا لتصنع رقائم مليح هذا كنتج فيديو في صندوق الوصف وهذا الطريقة للخميرة البلدية يعني قصير وطيو يتصن مقاعد وطيو يترى وطيو وإنسان يترى يترى تختار طبيعي أمني يترى يترى وطيو يترى الخميرة البلدية يتصنع التصنيع كان يترى من الخميرة البلدية وطيو يتصنع وطيو 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 يتصنع نهاية الفيديو هنا سوف نكمل معكم وسوف نصل معكم إلى نهاية الفيديو سوف نقولكم مع السلامة إلى فيديو آخر ويا الله يجمعنا يا ربي كما جمعتنا في هذا الفيديو جمعنا كاملين جنة الفيردوس الأعلى إن شاء الله يا رب العالمين وإلى اللقاء نهاية الفيديو نهاية الفيديو نهاية الفيديو نهاية الفيديو شكرا لك